بسم الله الرحمن الرحيم كنا في سفرة أنا وزميلي الدكتور باسم الجوابرة مع شيخنا العلام الألباني رحمه الله من المدينة إلى العمرة وكان آنذاك شيخنا يملك سيارة ذات غيار يدوي في الأردن ولما جاء إلى المدينة وإلى الجامعة الإسلامية أعطي سيارة وذهب الشيخ بنفسه يقودها وكانت السيارة ذات غيار آلي تلقائي أي أوتوماتيك وكما يعلم من مارس القيادة بالغيار اليدوي أن الذي لم يعتد هذا في البداية قد يضع قدمه أو يده لكي يبدل الحركات المتعلقة بسرعة السيارة وكانت تفوت الشيخ أحيانا هذه الأمور لتعلقه بما اعتاده سابقا من كون سيارته ذات غيار يدوي فقال لنا بهذا نعلم أن تغيير الإنسان فيما اعتاده ليس بالأمر السهل وعلينا بالصبر وبالتحمل والاجتهاد في ذلك وهذا فيه من العبر العظيمة للدعاة إلى الله وللأولياء أعني أولياء الأمور في تصحيح الأخطاء إذ قد لا يسهل على المر أن يصحح الخطأ الذي اعتاده مرات وكرات مرة واحدة وفق الله الجميع لكل خير وهدى وصلاح والحمد لله رب العالمين شكرا